هذا وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني الجلسة النقاشية الثانية حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر بحضور ومشاركة ممثلين عن فئات المجتمع كافة من سياسيين ومرشح جهات وأحزاب سياسية وباحثين وخبراء ومقدم المقترحات وأكد المشاركون على المساواة بين المصريين كافة وأن الدولة ملتزمة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة والتي وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق المدنية أو السياسية كما سلطت الجلسة الضوء على حقوق الوطنيين المواطنين في العلال والسكن بالإضافة إلى عدم التعرض للاعتداء البدني أو النفسي باعتبار أن احترام الإنسان هو أحد أرقان النظام السياسي المصري